ربما لحظت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم حول المشي حافي القدمين كيف لا فهو اليوم العالمي لسه يرحى في القدمين المعروف باسم جوبرفود داي جوبرفود داي هو احتفال سنوي يقام في الأول من يونيو من كل عام يتم تشجيع الناس على خلع أحذيتهم والسماح لأقدامهم بالتنفس وأخذ الوقت للمشي أو الجاري حافي القدمين قدر الإمكان تمت سياغة الفكرة في عقاب كارثة تسونامي التي حدثت منذ أكثر من 15 عاما وأدت إلى تضرر الكثير من الناس وإغراقهم في الفقر فتمت الدعوة لهذا اليوم لمساعدة هؤلاء الناس قدر الإمكان والتبرع بالأحذية التي يمكن توزيها على المحرومين المحتاجين إلى أحذية سواء كانت جديدة أو حتى مستعملة منذ إنشاء هذا اليوم تم التبرع بحوالي 19 مليون زوج من الأحذية على مستوى العالم ولا يزال يوم جوبر فودي يحتفل به في العديد من البلدان حول العالم والعديد من الدراسات أظهرت فوائد صحية ممتازة للقيام بذلك على كل حال سألنا الناس في السعودية وطلبنا من البعض الأشخاص المشي حافيا في المكان المخصص لذلك وسألناهم عن رأيهم في التجربة نتابع سفت أشياء كثيرة تغير عندي شلون روتين اليوم بالبيت خلاص صرت على طول يعني أبي أمشي على طول يعني لو اليوم لقيت فيما أمشي أحس بنكس متعارف عليه أنه الأفضل طريقة أو أفضل وقت الواحد يمشي على الممشى الصحي طبعا بعد أداء المجود الرياضي الممشى الصحي طبعا أو المشي حافي القدمين بيعمل على استشفاء العضلة بيقوي مفاصل القدم أمشي بالممشى الصحي عشان أقوي الدورة الدموية ودائما أمشي هنا سرنا إذا ما طلعنا البر ورحنا لمارس الرياضة هنا لها فوائد عظيمة وأنا أنصح الجميع بالتعامل مع الممشى من ناحية الرياضة النظافة لاهتمام شيء يعني لا يوصف إحنا كأخ الصاني علاج الطبيعي ننصح الأهالي دائما يوجهون الأطفال بالمشى في الممشى الصحي ذلك بما يعزز قوة العضلات عند الأطفال خصوصا في هيكلة القدم يمنع كذلك القدم المتسطحة واستقامة الساقين لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات موسيقى موسيقى موسيقى